اشتركوا في القناة من مجلة الكواكب تزين غلافه صورة صحفية والممثلة المصرية ناديا النقراشي وقد حاول عدد لقاء نادرا أجرته مع الموسيقى الكابير الرحيل فريد الأطراش الصحفية مديحة كامل ودار حول قضية اقتباس في الفن وكان بعنوان لماذا لا أقتبس ولحظات مفيدة وممتعة جاء في تقديم اللقاء موسيقى بلا طعم بلا لون الموسيقى الهندية لها طابع والموسيقى السودانية لها طابع كل موسيقى لها طابع إلا عندنا والسبب هو الاقتباس فريد الأطراش تائر على هذا الاقتباس ويقول إنه لم يعد يقتبس حرصا على مستواه كتبت مديحة كامل قلت لنفسي وأنا أدق جرس الباب بفريد الأطراش أسأله أولا أسئلة خفيفة تمهيدية ثم أتحول إلى غرض الأساسي وأسأل قد ولما دخلت أسلم عليه كان يجلس بالقرب منه حلم حليم وبينهما أوراق كثيرة يقرآني فيها وأمام فريد عوده الشهير يمد حلمي يده فيلمس العود فريد يقرأ كلمات أغنية جديدة حلمي يقول آه حلوة دي غميها كمان ويغني فريد وحلمي يستحسن أنا أسمع في انتجام ويمسك حلمي بورقة أخرى ويمسك فريد بالعود وبين هذا وذاك سؤال إيه رأيك حلوة نغمدي وأقول أيوة ويسأل فريد عاوز تسأليني حاجة قلت عاوز أسألك عن الاقتباس إيه رأيك فيه الاقتباس كده مرة وحدة على كل حال أنا رأيي معروف فأنا أعتقد أن الاقتباس خيان للوطن وللجمهور وللترات الموسيقي عندنا أصبحت موسيقانا لا طعم لها ولا لون وقد يغتفر الاقتباس إذا اعترف به فائله ولكنه جريمة بغير ذلك وأنا أفضل أن لا نقتبس والأفضل أن نخلق ألحانا جديدة مستوحاة من واقع حياتنا ولكن الاقتباس ألا يساعد على تطوير موسيقانا؟ لا يا هاني الاقتباس لا يساعد على تطوير موسيقانا بل يقتلها لأنه يقتل فينا المقدرة على الابتكار والخلق نأخذ جملة من هنا وجملة من هناك ونقول عملنا الحنجديد مش معقول ممكن تطوير موسيقانا من غير إدخال جمالين تعب غيرنا في تلحينها وهي غريبة عن واقعنا فنصبح من غير طابع مستقل يميزنا فالموسيقى الهندية لها طابع والسودانية لها طابع وكل موسيقى لها طابع إلا عندنا كانت لنا ألوان موسيقية شقية جميلة فيها الكثير من تراتنا استغلها بعض الغربيين ونظموا ألحانا تمثلنا ريمسكي كورساكورف مثلان وفيردي وسمي ألحانهما بأسماء شرقية مثل شهر زاد آهو ذا الطابع الشرق اللي كان لازم نحتفظ به في موسيقانا ونطوره وهو طابع جميل له سحره قل للحق ألم تقتبس أنت أبدا اقتبست طبعا كان ذلك في مستهل حياتي ولما كبرت وشعرت بالمسؤولية ابتعدت عنه فضلت أن أحتفظ بطعم الشرق في موسيقاي خفت على مقدورتي أن تخبو من كثرة الاقتباس كما أنني أحترم جمهوري وأعتقد أنه جمهور متقف يقرأ ويسمع الموسيقى ويفهم اللحن ولو حاولت أن أخدعه كنت أخدع نفسي وأثر هذه الاقتباسات في الخارج عيب والله إننا نسيء إلى سمعة وطننا ونشوة موسيقانا وننخس من قيمة إنتاجنا فنفقد تقة الجمهور ونصبح سخرية مع أن الأصالة الموسيقية متغفرة عندنا والحمد لله ولماذا إذن لم تظهر الأوبرا عندنا سبق أن قدمت أوبرا قصيرة جدا في بعض أفلامي الأوبرا مسرحية غنائية يشترك في غنائها أدد من الأفراد وأنا قدمت هذا النوع في بعض أفلامي ولكن إمكانياتنا لا تسع أوبرا كاملة كيف؟ حالشان يكون عندنا أوبرا يجب أن يكون لدينا مسرح كبير ويجب أن يزود ذلك المسرح باستعدادات خاصة ويكون عندنا أركسترا كامل وراقصات ومتخصصون في فن الملابس وغيرها من لوازم الأوبرا أنا مثلا أتمنى أن ألحن أوبرا وأنا واثق أن عندي المقدور لذلك ولكني لا أملك المسرح ولا الإمكانيات ولا المال الذي يكفي لتمويل مثل هذا المشروع واقتراحاتك في هذا الصدد أن تقوم وزارة تقف والإرشاد مثلا بتمويله تعد المسرح واللوازم وعلينا الموسيقى وتوزيعها والتدريبات وغيرها ومن غيرك يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل كثير عندنا ملحنون كبار وأذكياء ولكنهم يميلون إلى الكسل تماما كالتلميذ الدكي يعتمد على دكائه فيكسل عن متابعة الدرس أو المذاكرة ثم ينظر إلى قراسة زميله وينقل ما فيها ولو حاول أن يفكر لكتب أحسن من زميله الذي يغش منه وماذا تلحن الآن؟ قصة غنائية تحكي حكاية طويلة وهي عندي هنا مكتوبة في هذه الورقة فيها فرح ولقاء وحياة فيها معاني مختلفة وتلحين مثل هذه القصة يحتاج إلى جهد كبير وأشكال مختلفة من التلحين تظهر مقدورة الملحن وأيهما أبقى في نظارك الغناء أم التلحين؟ التلحين طبعا فهو الشيء الباقي بعد موت الملحن ولكن الغناء كالصدى يظل فترة بعد موت المغني يتردد في الفضاء ثم يتلاشى شيئا فشيئا ويصبح كأن لم يكن تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفنان الزمن الجميل بواسئ رحمته وغفر لنا ولهم وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة ومتعهم بموفور الصحة والعافية وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون